السلام عليكم وحبتي المتابعين طبعا حبينا نسلم عليكم ونشكركم جزيل الشكر اخواني اللي حبي على المتابعة ونشكركم على تعليقاتكم الجميلة ويسعدني ويشرفني مرور الجميع بما انه تربية الذئاب انتشرت انتشار واسع هل تشوفون اخواني تسألني ليش رابط الفحل لانه سوى المحمية سوى عبارة عن منخل شوفوا شلون نخل المحمية الحفر الغيرة مالته على النثية مالته يكون قيور بثناء فترة التزاوج والتكاثر ويبدي يحفر للنثية مالته يحفر الوكر فما يحفر وكر واحد يحفر عدة توكار مثل ما جاعد الشاهدون فهذا هذا وكر وذاك وكر وذاك وكر فصراحة انا راح احفر له وكر ولما تضع الجراوي مالته احنا ما نريد نسوي شوف السماع يرضى يكتلنا انا بس شوف هذا بروحة علي اخواني مثل ما الشاهدون شوف الان خليت عطر فيتحكن بي بهذا الصورة اشتم الريحة حلوة بي فيحب ان الريحة الطيبة الريحة الجميلة شوف يشوف شوف يسوي علي للنثية فعدنا نقاط مهمة لاخواننا اللي يربون الذئاب وهذه الهواية من فضل الله سبحانه وتعالى انتشرت كهواية كحيوانات برية تتحول الى حيوانات اليفة ولطيفة بنفس الوقت شوفوا شلون الحيوانة جد تنحك بي وشلون مرتاحة بنفس الوقت فانا ربطت الفحة لقدت لكم لانه زرف المحمية يحفر للنثية وكر حتى تضع الجراوي مالتها وسوى اكثر من 20-30 وكر مثل ما اشاهدون وانا حفرت لها وكر بالجانب ذاكي ويكفي وكر واحد ويخرب المحمية بهاي الصورة اخواني طبعا هذه ان شاء الله ترزق بعد ايام قليلة تبدي ترزق و النثية مثل ما تشاهدونها على على اولاد الصراح هذه السنة ما حسبت لهم يعني كل سنة ابدي احسب لهم اكو موضوع لاخواننا يعني نحبي يعني نكرر هذا بفائدة للمتابعين هذه النثية تحتبر بيتشر او البطن فراح تكون منتظة على الجراوي مالتها تكون خايفة عليهم فنصيحتي اذا شفت الحيوانة ولدت وشوفها وعتها تردد وعتها خوف فانصحك لا تجرب عليها لانه من خوفها على جراويها راح تقتلهم لو تدوس عليهم لو تقتلهم شلون اذا عندك مثال اذا عندك دجاجة وعتها فروخ فمن تجرب على الدجاجة بثناها تريد تاخذ فروخة تبتعد تسحكين تقوم ما شوف طريقة تسحكين يموت فبثنا الديبة هذه اللي اول مرة تولد فنصحك تكون تكون وياها بعيد تتبعد عنها شوية لا تنطيها ذاك الانتباه وتبعد عنها جيد ما تقدر هاي نصيحتي لانه من خوفها على جراويها راح تقتل الجراوي ومالتها وما تعرف تحضنها هي طبعا اول بطن شوية صعوبة للحيوانة يكون لازم امنة لا تخل قريب يدخل المحمية او واحد يوصل للمحمية بنفس الوقت الموضوع الثاني لا تنطيها اكل اذا شفتها ولدت وتنطيها فد دجاشتين او ثلاث دجاجات تنطيها فراح يحرص خاصة اذا هي جوعانة فراح تجيب الاكل تخلي وين فوق الجراوي تخليه وتظل ترك به بالاكل بخشم على الجراوي مو متغصدة هي لكن من بعدها تتأذى الجراوي وتموت الجراوي من من كثرة الاكل لانه راح تاخذ الاكل تاخذ منك خلي وين على الجراوي فبنفس الوقت راح ينتنجي مع الذبان والحشرات الغارة والقراد راح تنجي والذراع راح ينتجي على الجراوي اذا صار تعفن بالاكل بعد حوالي جوصية في خمسة ايام او ستة ايام راح يسبب خطأ الجراوي تكتل الجراوي بنفسك او يصيب هن مرض البارفو من يعني من تلوث المكان لانه مرض البارفو يجي هذا فايروس من المكان الوسخ المكان العفون ازيان شوف سون بي الصوف مالتن هاي هسا بداية بداية الصيف يبدل الحيوانات تنزع الجلود مالتها ذب الجلد مالتها زيان هذا الجلد مالتها يذب ازيان اشتما ريحة حلوة بي معيني في شوف هذا الدجل شمال تشلون تدمر الشعر في فصل الصيف الحيوانات يذب الصوف مالتها شوف تنزع الصوف مالتها وال الفصل الشتاء يبدل فرو مالتها يبني من جديد لانه وهذا جوحار ومن الله سبحانه وتعالى تبدل الذب الفرو هذا مالتها يطيح بداية فصل الصيف يعني حوالي بشهر نهاية الربيع نقول ونهاية الربيع وبداية الربيع نبني الشعر يبني الجو الشتوي بداية الربيع يخضر الشعر تداريج حتى تدفى به فترات الشتاء شوف الفحل يشخر علي بس احترام علي ما يأذيني لأنه النثية جاء يذب نفسها علي وهو قيور على النثية مالته شوف شون تجيني وهم ما يرضى هو يعني احتمال حتى يأذيني على المود النثية مالته زين فهاي اخوان معلومة لكم ان شاء الله تفيد الناس احنا نحب دائما بالفيديوهات نقدم معلومات للناس اخوان اللي متابعتني والاخطاء الشائعة اللي تحصل مربين الذئاب اللي يربون الذئاب فشوية دائما يطبوننا على الخاص ويسئلوننا هاي السؤالات ليش الجراء وماتن او هذا فانا اقل لك الجراء من تولد امه لا توصله خاصة اذا بشر هذه الحيوانة اول بطن فراح تروح وترجع على السيم تحاول تبعد الشخص المغابيل تجي تروح تنام على جراويها وتجي تهجم على السيم فهذا تهجمت وكوناس تجي مثلا زوار للحواوين ويقوم يحارش بها وهي عدها عدها اطفال فراح الحيوانة صير قلقة وراح تروح للجراوي وترجع للسيم فراح تأذي الجراوي وايضا الاكل لا تنظر كثرة هي صحيح رزغت ولازم تحتاج لها اكل جيد حتى تضع الحليب لكن انت انطيها حق شبعتها اذا عندك كميات من الاكل انطيها انطيها نص كيلو ورا ساعتين ثلاثة انطيها ورا اشباحها انا اقل لك وانطيها وانطيها امان الله امان الله